السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في القناة انتم مغات شوفوا لحظات ولادة وصال بالمستشفى الحمد لله على سلامتها و اه تربع سعد في حضن اه الام ديالي والاب ديالي ربي ولكن الحاجة اللي كانت خلعها وصالها انتم مغات سمعوا في هذا الفيديو هذا وش نوقع لها وش نوقع البيبي بصراحة وصال تبارك الله عليها واحد الانسانة اللي ما شاء الله مقبولة اه كدخل خاطر اه الله يحفظ الوليدتها يا ربي وتشوفهم في اعلى المراتب يا ربي والابن ديالها كما علنوا على الاسم ديال البيبي الابن ديالها الرابع اللي هو اه وليد اللي اسم دياله سعد ولي الحمد لله على اسلام تبعد التفكات باخر على خير غير هي ما زال ما حطاش للولادة حتا تحط الفيديوهات القدام اللي ديجا مصورين لانه اه دائما اي يوتيوبير تكتحط اه الحاجة قبل اللي ما كتحطاش في نفس النهار مهم حتا كتقول لي باخر على خير وكتاك تكون باخر على خير كتكون مستعدة للفرحة اللي غادي تدخل على المتابعين ديالها وتبارك الله عليها وما شاء الله عليها الله يخلي لها وليدتها يا رب العالمين ووصال أثناء الولادة كل ابن ديالها الحمد لله بيخلع لأخير بسحة جيدة ولكن كانت بخلوعة من أنه وشي يطعطلات بالولادة ولوقع لها شي مشكل بسبب أنه قالت هزتشي تقول لأشي حاجة ولكن الحمد لله أن البيبي بيخلع لأخير موقعته التحاجة وأي وحدة كتكون مخلوعة ومستريسية كي حسب لها وشي يقعد شي حاجة الحمد لله على سلامتها وهذه لقطة من لقطات ولادت وصال في المستشفى أنتم ما تشوفوها كما كتشوفو هذه صورة من لحظات ولادت وصال مبروك عليها يتربى في عزيزة يا ربي والله يحفظو الولده يا رب العالمين اختاروا اسم ديالساعد ما شاء الله اسم زوين تبارك الله والفرحة عمرت المنزل ديالهم بالمولود اللي تزير الحمد لله وكانت هي مسكنة خايفة ومستزيسعة قبل ما قدرت تفرق على الابن ديالها محمد عالي ولكن الحمد لله كوش داز باخر ولا خير لو احد خاصه غير يصبر شوية وكوشي غادي يكون هو داك والحمد لله يرى ولدت في صحة جيدة والابن ديالها ايضا في صحة جيدة والكل الفرحان وان شاء الله قارب انه تحط الفيديو ديال الفلوغ ديال الولادة ديال ويصال غير انه ويصال يعني شو نقول لكم كان مسكنة مخلوعة لوحد تراجمت صوروهاش لانه ولدت يعني قبل الموعيد ديال الولادة بش حال انها شي يعني طبيعي والحمد لله وبركة لها وشكرا لكم اخواتي و السلام عليكم ورحمة